تميزت السياسة الصحية قبل سنة 1965 بمحدودية خياراتها جراء ضعف الوسائل إذ لم تكن البلاد تتوفر إلا على 1319 طبيباً منهم 285 جزائرياً فقط و264 صيدلياً أما أطباء الأسنان فكانوا حوالي 151 طبيباً ومع بداية المخطط الوطني وبداية نشاط المعهد الوطني للصحة العمومية الذي أنشئ عام 1964 وبصدور الأمر المنظم لمهنة الأطباء والصيادلة عام 1966 أخذت الأمور تتحسن شيئاً فشيئاً وفي التاسع جبلي من سنة 1969 صدر قانون يقضي بإلزامية التلقيح ومجانيته وما ميز الفترة الممتدة بين 1979 و2015 هو إنشاء هيكلة صحية جديدة سنة 1986 وجاء دستور الثالث والعشرين فيفري من عام 1989 ليحدد تدخل الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية ويجمع المتتبعون للقطاع الصحي على أن هذا الأخير شاهد قفزة نوعية بفضل الاهتمام الذي أولته الدولة لهذا القطاع مداعمة ذلك بدخول القطاع الخاص على الرغم من بعض المشاكل وفي سنة 2014 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن الشروع في تنفيذ ثلاث مخططات هامة هي تسوية أوضاع الحياة المهنية لمستخدم القطاع وتطهير المالية وتصفية ديون المستشفيات جهود معتبر بذلتها الدولة فعلا إلا أنها لم ترقى بعد لمستوى التكفل الفعلي بالتغطية الصحية للمواطنين لسيما الأمراض المزمنة والخطيرة كالسرطان ناهيك عن تقهقر الصحة في الجنوب والمناطق الحدودية للبلاد شكرا